بين مساعدة للحليف وتصعيد ضد القطب الآخر يستمر تدفق المعدات الغربية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا فواشنطن ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا لم تقطع شريان المساعدات العسكرية عن حليفتها كييف وتعتبرها موسكو تصعيدا للحرب التي تأبى أن تنتهي خطة جديدة طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال معدات إلكترونية متطورة إلى أوكرانيا تستطيع تحويل الذخائر الجوية إلى قنابل ذكية وفقا للواشنطن بوست إدارة رئيس بايدن تولي تركيزها على دحر أي جهد روسي لتحقيق أي مكاسب في الحرب ونتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن شحنات أسلحة جديدة في وقت قريب قدرة على استهداف المواقع الأسكرية بدقة وإمكانية تثبيت على أنواع من الأسلحة هي ما يميز القنابل الذكية معتمدة على أجهزة تحديد المواقع العالمية تدخل في إطار ما يسميه البنتاجون ذخيرة الهجوم المباشر المشترك إدارة بايدن لم توافق بعد على تقديم المعدات الذكية إلى أنها قد تفعل في وقت قريب بالتزامن مع دراستها لتقديم سواريخ باتريوت التي طالبت بها كييف مساعدات جديدة أثارت غضب موسكو التي اعتبرت الخطوة الأمريكية تسعيداً للوضع في الثالث عشر من ديسمبر أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة صواريخ باتريوت في السابق شكك الكثير من الخبراء وأخرون على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي في منطقية هذه الخطوة لأنها ستؤدي إلى تصعيد الصراع وزيادة الخطر مع انجرار الجيش الأمريكي بشكل مباشر إلى الصراع نزيف حاد في البنية التحتية الأوكرانية نتيجة الاستهداف الروسي المستمر لها حرم الأوكرانيين من الطاقة خلال شتاء الحرب ما دفع كييف للمطالبة بأسلحة جديدة لوقف الهجمات على أوكرانيا شكرا